اليوم وجهتنا جبال اطلس و سوف يرافقوا بعد الرحال اللي يمشيوا بالقطيع ديالهم من بلاسة لبلاسة هاد الرحال كي ياخدوا معاهم غير مواد قليلة اشنا هي؟ وهو الدقيق والسكر والزيت وقاملة ومجمر ويمشيوا ويشدوا الطريق يعني هاد الرحال كيكونوا بعاد على جميع المناطق اللي فيها البقالة يلا بغوا يمشوا للسوق كي ياخدوا واحد المسافة طويلة باش يمشوا للسوق كما كتشوف هنا كي ياخدوا الطريق ديالهم في الليل باش يضربوا يومين ولا ثلاثة وهم غادين باش يوصلوا لبلاسة اللي غادي يستقروا فيها وغادي يرعوا فيها الاغنام ديالهم كيشدوا طرقان وشانطيات باش يخرجوا لهاديك المناطق اللي غادين لها كيفاش كيديروا ووش كيمشوا في الحديد الا الرحال كيمشوا غير في الطريق او في الاراضي وكيمشوا في الوقت اللي كتكون الاراضي باقى ما تحرتاتش يعني باقي ما كينش زرع باش مي اديو حتى واحد في الطريق باش مي اديوش الاراضي الفلاحية ديال المواليها هناك نشوفوا بانا هاد الرحال شحال كيبركو كين منهم اللي كيبرك حتى الثلاثات سنوات ربعا يعني كأنه في غربة كأنه مصافر البلاد برا علاش لانه كيدي معاه ولادو كيدي معاه الزوجة ديالو وكيدي معاه كل متاع ديالو جامع ما يملك من الأولاد والمتاع كل شي كيدي معاه ما كيديش بالطبع الفراش وذك شي اللي كنعرفو يعني الموالي كتار ذك شي إلا كيدي الوليدات وكيدي المرأة وكيدي الماشية ديالو وكيمشي اشنا هي البلاسة اللي يمكن يبرك فيها هاد الرحال كيبركو غير في البلاسة اللي فيها الماء لأنه وخا تقول نبهي مش بعانا وما كانش لما في هذه المنطقة ما عندهم ما يبرك يدير فيها لأن الماشية كتورد وكتبغي المبزز عندهم معانات كتيرة اشنا هي المعانات اللي كيعانيوا هاد الرحال المعانات اللي كيعانيوا وهي أنه لخصات وشي حاجة أو لمرد ليش ولييد ولا شي حاجة يلا قدر الله ما عندوش منين يجيب ليهدوا وما عندوش كيفاش يدير حتى يوصلوا الطبيب لأن البلاسة اللي كيكون فيها كتكون مقطوعة لها الرجل ما هي مقطوعة لها الرجل؟ وهو ما كيوصلهاش لحديد قليل إلا كان غادي الشغارات وإلا بغي يبشيل السوق التابع لهادك المنطقة اللي هو فيها يقدر يكون خصوا يمشي ليلة ونهار واللي هذا خصوا داروري كيكونوا ثلاثة ولا أربعة ديال الرحال كيكونوا من عائلة وحدة باش كيردوا البال لبعضياتهم ياما يكونوا أخوت ياما يكونوا ابن العم داروري هاد الرحال يعني كيحضوا الغيبة لبعضياتهم الرحال لا يسمع الأدان لماذا لا يسمع الأدان؟ لأنه لا يسمع المساجد ولم يسمع المدرسة ولم يسمع المدرسة ولا يريد أن يقرر أولاده لا يسمع المدرسة هذا الشيء الذي كان على الرحال وباقي الحكاية